السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزيزي الثلاميذ في حصة أخرى من حصص علوم الحياة والأرض والتي نتناول من خلالها تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا ويضم أسئلة ثلاث أسئلة تعارف أسئلة ذات أجوبة قصيرة صحيحة مخاطئ والاختيار من متعدد إذن فهذه الوحدة فهي مرتبطة بالوراة البشرية مكوّل الأول فهو يقوّم الوراة البشرية سنبدأ بالسؤال الأول أجيب على ورقة تحريرك عن الآتي أليف أعرف شجرة النسب الخريطة الصبغية نبدأ أولاً بتعريف شجرة النسب ماذا نقصد بشجرة النسب؟ ستذكرون ما رأينا في الدرس إذن فهي عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن تمثيل يضم جمعاً من الأشكال رموز ويضم الصفة الخارجية لنفس أفراد العائلة نكتب نقطرح نقطرح تعريف تالي شجرة النسب هو رسم تخطيطي يمثل المظاهر الخارجية لأفراد نفس العائلة والذي يجسد انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال باستعمال رموز استلاحية إذا لاحظوا أن التعريف يجب أن يكون مختصراً وشاملاً حول ذلك الظاهرة أو عبارة عن مثلاً هنا عبارة عن تمثيل إذن نحدد مما يتكون ما هو دوره دون أن ندخل في تفاصيل بعد ذلك ننتقل أعزائي للمصطلح الثاني الخريطة الصبغية ماذا نقصد بي الخريطة الصبغية تتذكرون ما رأينا في الدرس فهي عبارة عن ماذا كذلك فهو تمثيل تمثيل لماذا؟ تمثيل للصبغيات هذه الصبغيات تم ترتيبها حسب ماذا؟ حسب الشكل حسب البنية حسب موضع الجزء المركزي إذن مما كان من ترتيبها على شكل أزواج من الصبغيات نقترح كتعريف نقول هو عبارة عن تمثيل مبسط لصبغيات خالية ما على شكل أزواج أو بشكل منفارد حسب القد وتموضع الجزئات المركزية والأشريطة الملوناة التي تلاحظون وهي عبارة عن المرتات التي تحتوي عليها الصبغيات هذا فيما يخص التعريف الآن ننتقل إلى السؤال الموالي ماذا يقول هذا السؤال؟ أذكر وسيلتين يتم اعتمادهما في التشخيص قبل ولادي لماذا؟ للشذوذات الصبغية ونتذكر أعزائي تلاميذ الدرس ما رأينا فيما يخص تقنيات ما هي مختلف هذه التقنيات؟ من بين هذه التقنيات نتذكر تقنيات التصوير بالصادة عن طريق إرسال مجموعة من الموجات التي تختارق أنسجة الجنين ثم يتم عكسها نحو ذلك المسبار الذي يسجلها وتسجل النتائج على الشاشة تعطي شكل ذلك الجنين فإذا كان تشوه خلقي عند هذا الجنين يتم الكشف وتجسيده حبر تلك الشاشة من بين التقنيات تقنية أخرى نتذكر تقنية أخذ عينات من السائل السلاوي أو أخذ عينات كذلك من المشيمة تمكين من ماذا؟ هذه الخلية هذه عفواً الخلايا يتم تحليلها والسخراج ماذا؟ الخريطة الصبغية إذن كجواب نذكر من بين الوسائل المستعملة فحص الجنين بالموجات فوق الصوتية وفحص بالصدى أخذ خلايا الجنين قصد إنجاز الخريطة الصبغية أو قصد تحليل الأرض لمعرفة إذا ما كان هناك طفارات مثلاً قد تتسبب في تشوهات خلقية عند هذا الجنين نمر الآن ننتقل للسؤال الموالي جيم أذكر صعوبتين تواجهان دراسة الوراثة البشرية وتتذكرون في الدرس أننا عند انتقالنا من الوراثة المنذيلية إلى الوراثة البشرية طرحنا مجموعة من الصعوبات التي تواجهنا أثناء تطبيق القوانين أو التطبيق ما تم تطرق إليه في الوراثة المنذيلية على الإنسان إذن من هنا نتذكر أن هناك مجموعة من الصعوبات نذكر من بينها لا يمكن إخضاع الإنسان لتزاوجات تجريبية موجهة لا يمكن إخضاع الإنسان لعوامل محرضة للطفارات العدد القليل لأفراض العائلة يحول دون تطبيق قوالي الإحصائية عدد السبغيات الكبير مدة الحمل الطويلة عمر الجيل البشري الطويل مما لا يسمح بتتبع انتقال صفة وراثية عبر الأجيال إذن يكفي أن نذكر هنا وسيلتين إذن المطلوب هو الذكر إذن عندما يطلبون الأذكر يكفي فقط نشير بواسطة عوارض لنجيب على السؤال ننتقل الآن للسؤال الموالي السؤال الثاني أنقل على ورقة تحريرك الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية ثم اكتب أمامه صحيح أو خطأ اقتراح الأول ماذا يقول؟ آلف ينتج مرض دون عن ضياء أحد السبغيات الزوج 21 تتذكرون أننا عندما نتحدث عن مرض دون فنسميه كذلك تولاتي السبغي 21 ماذا نقصد بتولاتي السبغي؟ يعني هناك صبغي إضافي في الحالة العادية فقط صبغيان يعني زوج من الصبغيات لكن في حالة مرض دون هناك صبغي إضافي وبالتالي فالاقتراح لا يتعلق الأمر بضاياح بل بإضافة صبغي إذن نقول خطأ ونسجلها أمام الرقم الجواب إذن المطلوب منه هو الكتابة أمام كل رقم أمام كل حرف أمام آلف نكتب خطأ الآن بالنسبة للباء الشدودات السبغية هي تغيير في عدد أو بنية السبغيات اقتراح هو بطبيعة الحال صحيح لماذا؟ لأننا رأينا أن الشدودات إما قد تشمل تغيير في العدد أو قد تصيب كذلك البنية السبغيات إذن لهذا نقول صحيح الإقتراح الموالي السبغية لفرض مصاب بمرض كلينفيلتر هي جوج آن زائد واحد أربعة وربعين آ زائد إكس 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 ماذا نقول؟ هنا نتذكر نرجع للتصر رأينا على أنه من بين الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس كلينفيلتر مرض تورنر تولاتي السبغي إكس هذا يتعلق من الأمر بتولاتي السبغي إكس ليس كلينفيلتر كلينفيلتر إكس إكس إجراج وبالتالي في الاقتراح فهو خاطئ نمر لدال يتجل الانتقال السبغي البسيط في انتقال جزء من السبغي والتحامه بسبغي آخر وهذا هو الانتقال السبغي إذن في الاقتراح فهو صحيح انتقال سبغي بسيط ونكتب صحيح أمام الحرف دال انتبه هنا فنكتب هنا الحروف ألف با جيم دال وأمامها صحيح أم أو خطأ الآن ننتقل لتمريل موالي يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطا من المعطيات المرقمة من واحد إلى أربعة وهنا لدينا أربعة أسئلة مع أربعة اقتراحات المطلوب مننا لاحظ أكتب داخل كل زوج إذن أمام كل رقم مطالبين بكتابة رقم الحرف المناسب يعني اقتراح الصحيح أمام كل رقم ونبدأ بالسؤال الأول لتقرأ جميعا هذا السؤال في حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي متنحي وغير مرتبط بالجنس واقتراح الأول يكون المريض متشابه الاقتران بالنسبة للحالي العادي هل هذا صحيح؟ نحتاج إلى ماذا؟ يمكن أن أعطي مثال أو نجسد مثلا عن طريق الرموز حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي متنحي مثلا أم صغيرة وغير مرتبط بالجنس يكون المريض متشابه الاقتران بالنسبة للحالي العادي الحالي العادي هنا كيف هو؟ الحالي العادي فهو سائد وجود حالي العادي هل يعطي شخص مريض؟ لا إذن حالي الواحد أو متشابه الاقتران سيكون لدينا شخص سليم وبالتالي لا يمكن أن يكون مصابا فالاقتراح خاطئ أليف نستمر ب يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي سليم مختلف الاقتران ما معنى مختلف الاقتران؟ يحتوي يشمل الحالي السائد السليم والحالي المتنحي المسؤول على المرض إذن بما أن وجود حالي سائد سليم إذن فهو الذي سيعبر وبالتالي سيكون شخص سليم إذن فالاقتراح صحيح نشير هناك صحيح ونؤكد أن فقط هناك اقتراح صحيح نستمر لنقصي باقي الاقتراحات تروري نتتبع هذه المنهجية في إقصاء الاقتراحات الخاطئة ولا نحتفظ فقط بالاقتراح إلا بالاقتراح الصحيح الذي نسجله هنا يكون جين يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي مصاب هل هذا صحيح؟ المختلف الاقتران ماذا قلنا عنه؟ فهو يتوفر على حليل سائد سليم وحليل متنحي ممرض إذن وجود حليل سائد سليم فهو الذي يعبر سيعطيه شخص سليم ولا يمكن أن يكون مصابا وبالتالي جين فهو اقتراح خاطئ الاقتراح الموالدان ينتج الفرض المصاب أم شاجا لا تحمل الحليل الممرض هل هذا صحيح؟ بما أنه مصاب إذن هناك تناقض بما أنه مصاب فبالضرورة على الأقل إذن فهو بالضرورة عندما نقول مصابا والحليل المسؤول عن المرض متنحي فهو بالضرورة متشابه الاقتران يحمل حليلين مسؤولين عن المرض وبالتالي فهو أم شاج تحمل المرض وبالتالي فهو غير صحيح إذن نشير هنا على النباء هو الصحيح ننتقل الآن للسؤال الثاني في حالة مرض ويراتي مرتبط بحليل سائد وغير مرتبط بالجنس يكون لمختفي الاقتران مظهر خارجي سليم مختلف الاقتران بما أن المرض ويراتي مرتبط بحليل سائد إذن في المظهر الخارجي يجب أن يكون هنا مصابا لماذا؟ لأن الحليل مسؤول على المرض سائد وبالتالي يكفي وجود حليل واحد ليعطي المرض إذن آليف فهو خاطئ وبالتالي ننتقل إلى اقتراح الثاني يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي مصاب مختلف الاقتران ننتذكر دائما القائدة في حالة مختلف الاقتران فالسائد هو الذي يعطي المظهر الخارجي بما أن كما أشير إليه هنا فالمرض ويراتي مرتبط بحليل سائد إذن فالمختلف الاقتران سيكون مظهر خارجي مصاب باء فهي اقتراح صحيح نستمر حتى نقصي باقي الاقتراحات ونتأكد بأن باء هو فقط الاقتراح الوحيد الصحيح جيم أبوان سليمان ينجبان خلاف مصاب إذا كان أبوان سليمان في نظركم هنا بما أن المرض حالي السائد فالأبوان لا يشملان أو لا يتوفران على الحالي المسؤول على المرض وبالتالي فالخلاف سيكون سليما بأكمله إذن جيم خاطئ دال تنجب الأم المصابة متشابهة الاقتران خلافان سليما هل يمكن الأم المصابة الأم المصابة متشابهة الاقتران متشابهة الاقتران فهي ستنقل إلى أبنائها جميعا X الحامل للحالي الممرض وبالتالي جميع الأبناء سيكون هنا مصابون وبالتالي اقتراح فهو خاطئ إذن نسجل هنا أن الاقتراح الصحيح هو باء الآن ننتقل إلى سؤال موالي ثالث في حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي المتنحي ومحمول على السبغي الجنسي X تكون المرأة المصابة متشابهة الاقتران لاحظوا على أن الحاليل حاليل متنحي ولا يظهر المتنحي في المظهر الخارجي إلا إذا كان متشابه الاقتران والأم فهي XX تحميل حاليلين إذن لكي تكون مصابة إذن فهي متشابهة الاقتران وبالتالي ألف فهو صحيح نستمر لنقص باقي الاقتراحات با يحمل الرجل المصاب بالضرورة حليلاً عادياً نتذكر على أن الرجل XY يحمل فقط نسخة واحدة من الحليل إذن بما أنه سليم فيجب أن يحمل الحليل سليم إلا إذا كان مصاب أنا ذاك حليل مصاب إذن هنا في الاقتراح هناك تناقض رجل مصاب وحليلاً عادياً لا يمكن إذا كان مصاباً الحليل يكونك مسؤول على المرض وبالتالي الباء فهو خاطئ جيم تنجيب الأم المصابة ابناً ذكراً سليماً الأم المصابة فهي كلا الحليلين يكونان مسؤولين عن المرض XM صغيرة XM صغيرة فهي تنقل لجميع أبنائها الذكور المرض قاعدة تتذكرونها دائماً جميع الأبناء الذكور للأم المصابة عندما يكون المرض متنحي ومحمل على X فالأم المصابة أبنائها الذكور جميعهم مصابون وبالتالي يجيب خاطئ دائماً ينجيب الأب سليم بنتاً مصابة الأب السليم بنتاً مصابة بما أن الأب سليم فهو لا يحمل حالي المسؤول على المرض إذن هل ينجيب بنت مصابة لا يمكن وبالتالي اقتراح خاطئ إذن الاقتراح الوحيد الصحيح هو ألف نسجله أمامه الرقم الثلاثة ثم نستمر الآن رابعاً في حالة مرض بيراتي مرتبط بحال السائد ومحمول على الصبغ الجنسي X آلف تنجيب الأم المصابة أو الأب عفوان الأب المصاب بنتاً مصابة الأب إذا كان مصاب فX الذي يحمله يحمل المرض وبالتالي جميع بناته سيكونوا مصابات إذن وبالتالي اقتراح فهو صحيح نستمر لنقص باقي الاقتراحات بقى تنجيب الأم السليمة ابناً ذكراً مصاباً الأم السليمة تنجيب ابناً ذكراً مصاباً لا يمكن لأن الأم السليمة تتوفر على حالي لاني بسؤولاً حالي لاني سليمان وبالتالي فجميع أبناء الظكور سيكونوا سليمون وبالتالي فهو خاطئ ينجيب الأب المصاب بنتاً سليمة الأب المصاب يحمل حالي للسائد سينقله إلى بناته إذن جميع البنات ستكونوا مصابات والمنحدرات من أب مصاب إذن فهو خاطئ دال يكون الأب مصاب مختلف الإقتران الأب المصاب فهو يكونوا مختلف الإقتران إذا كان في حالة مرض ويرتي مرتبط بحليل سائد هنا الأب فهو يحملوا نسخة واحدة ولا يمكن أن يكون مختلف الإقتران إذن إما يكون إكس حامل المرض أو إكس لا يحمل الحامل عفواً الحليل السليم وبالتالي فالقتراح هذا الخاطئ ويبقى فقط آلف نسجل أمام السؤال الرابع آلف كجواب إذن هذا الآن ننهي الجزء الأول ومقوّل الأول الخاص باسترداد المعارف وشكراً لتتبعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر